ستعود عجلة البطولة الوطنية للدوران من جديد بإجراء مباريات الجولة الخامسة من المحترف الثاني وستحمل فطيتها مواجهات مؤثيرة ووعدة رائد الترتيب جمعية الشلف سيكون على موعد مع مضيفه اتحاد بسكرة وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالي على حساب أبناء الزبان الذين سيوظفون كل الأوراق لتأكيد الفوز الماضي ولم لا الظفر بالمراكز الأولى دربيا الغرب سيجمع بين الوصف ترجي مستغانم الذي يأمل إلى تحصين موقعه من خلال تجاوز عقبة الجار سريع غليزان الذي يسعى هو الآخر إلى العودة بأقل الأضرار الممكنة من مستغانم هذا وسيستقبل شبيبة تسكيد جمعية وهران على ملعب عشرين أوت وكل أملها معلقة على النقاط الكاملة للخروج من الوضعية الصعبة حيث نزمت في ثلاث مباريات مقابل فوز واحد والأكيد أن الشبيبة لن تفرط في نقاط اللقاء رغم أن الزوار يطمحون من جهتهم إلى تحقيق المفاجأة وتسجيل نتيجة إيجابية ولحساب ذات الجولة سيكون فريق بلودية العلمة الذي تجرع مرارة الهزيمة على ملعبه وأمام جمهوره في الجولة المنصرمة أمام ترجي مستغانم على موعد مع نجم المكرى فيما سيكون اتحاد عن نابا أمام مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على ملودية تسعدة التي ستسعى حتما إلى تحقيق أول فوز لها في البطولة بعد أن تعادلت في ثلاثة لقاءات مقابل خسارة واحدة وسيدخل أشبال المدرب مواسى هذه المواجهة وعينهم على العودة بنتجة إيجابية تقربهم أكثر من مراكز المقدمة حيث يحتلون المركز السابع بفريق ثلاثي رقاط عن المتصدر هذا وسيحتضن ملعب الوحدة المغربية ببجايا مباراة الشبيب المحلية أمام ضيفه رائد القبة الذي ستكون عينه على العودة بالزاد كاملا لمغادرة منطقة الخطر وهي المباراة التي تكتسي أهمية كبيرة بنسبة لأشبال مصطفى بسكري من أجل وضع حد لسلسلة النتائج السلبية المسجلة في الجوالات الأخيرة من جهته سيكون أمل بسعدة الذي سينتقل إلى مدينة البوليدة لمواجهة الاتحاد المحلي أمام حتمية تحقيق الفوز بمدينة الورود بعد تعثر البسجل في اللقاء الأخير داخل القواحد أما ودادو تلمسان صاحب المركز الثالث بثماني نقاط سينزل ضيفا ثقيلا على الجريح ومتذيل الترتيب اتحاد الحراش الذي سيوظف كل الأوراق المتحة لتحقيق الاستفاق المرجوة